كابتن مجدي طلب عمل اسمه شعبية كبيرة جدا في اليونان. ده في باوك تحديدا جمهور باوك كان يحبه جدا. فوصلت هو كان معاه آآ زميل له من اللعيبة اللي هما بقى ايه عين ملونة وشعر اصفره بتاع فبيقول له احنا ما عرفناش نخرج من الملعب بعد المطش وانت اللي مضيع ضربة الجزائق الجمهور بيخرجك ويرواحك لحد البيت عادي. بيقول له انا احلى منك انا حتى شاكل احلى منك. قال له انا احلى منك الجمهور بيحبك انت كده ليه يعني. لا في الغد دلوقتي محبوب جدا. بالزبط دي حقيقة يعني حتى في زياراتي لليونان في اي مكان في اليونان مش بس السلوناكي اللي كان فيها نادي باوك لأ في اي مكان في اليونان لما يعرف انك مصر يسألك عن كابتن مجدي طلبه. على طول يعني. فالحقيقة في الفترة دي كانت البداية وما كانتش البداية سهلة. لانه كمان باوك في الوقت ده كانت خاصم له آآ آآ منقاط في اول الموسم مباران سحب فيها بسبب التحكيم. وكان ممكن ينفس على دوري لكن ما نفسه وقدر انه يتقاهل في نهاية الموسم للايوروبا ليجي.